بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء معكم أحبتي في برنامجكم حقائق إسلامية نرد فيه على هؤلاء الملحدين وعلى المدعين على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نفند شبهاتهم والدعاءاتهم بالأدلة التي وردت في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي هؤلاء في إحدى الشبهات أن هناك أخطاء حسابية في توزيع الميراث في القرآن الكريم يقولون أن هذه الأخطاء الحسابية وردت في توزيع بعض التركات في بعض مسائل الميراث ونقول لهؤلاء مثل ماذا؟ يعني قالوا نهو ربما تكون هناك تركة ويكون هناك ورثة والتركة لا تستوعب من يرث يعني لا تستوعب الورثة أو يكون هناك ورثة ويكون هؤلاء الورثة قليل العدد فيتبقى شيء من التركة لا يجد من يأخذه ولا من يرثه يقول لهم أو نقول لهؤلاء ردا عليهم إنكم لا تفهمون آيات الله ولا تفهمون مراد الله ولا تفهمون اللغة العربية التي نزل بها القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعملون تلك العقول لعلكم تفكرون لعلكم تتدبرون المسألة الأولى التي يكون فيها نصيب هؤلاء الورثة أقل من الوارثين كما يقولون أو كما يتقولون تسمى العول يعني إنسان مات وترك زوجة وترك بنتين وترك أما وترك أبا بحسب التقسيمات التي قسمها الله ومن حكمته ومن رحمته أنه تولى تقسيم المراس بنفسه حتى لا تتبع الأهواء أو حتى لا نتبع الأهواء فنضل عن سبيل الله السلسين للبنتين الأب السدس الأم السلس الأم السدس والأب السدس والبنتين لهم السلسان ثم الزوجة لها السمن حين نجمع هذا المجموع نجد أن هذا زائد عن المئة في المئة وهو مجموع التركة فالمسألة فيها عول يعني فيها زيادة ما الحل يأخذ مجموع مقلوب تلك الحصص للورثة ويضرب بنصيب كل حصة من الحصص يتم الحفاظ على مقادير الورثة من الحصص بنفس الحساب الشرعية والتقسيمات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية هذا اسمه في الإسلام العول طيب هناك أيضا مسألة أخرى تسمى التعصيب يعني لو أن في شريعة الإسلام رجل توفى وترك بنتا وترك ابن ابن هذه البنت ترث بالفرض نصف التركة يتبقى النصف لابن الابن يقول هذا هو التعصيب التعصيب أن يأخذ يعني ما بقي من الورثة أقرب مذكور أو أقرب زكر يأخذ ما تبقى من التركة بشيء يسمى التعصيب هذا هو ردنا على هؤلاء فيما يدعون فلم يترك القرآن ولم تترك السنة مجالا لهؤلاء إلا أن عقولهم التي كانت قاصرة لم تفهم مراد الله ولا هدي السماء ولا آيات الله رب العالمين ليست هناك أخطاء حسابية إن هذا الكتاب كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى وتعالى هؤلاء عما يقولون علو وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن ويعلمنا منه ما جهلنا وحتى الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضغي عنده الودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته